يعني أنا مش عارف كلنا عارفين الحدوتة دي أقول لكم على حدوتة بسرعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة فجالوا وفد من مساحيين نجران علشان يتطمنوا فقبلهم وقابلة كويسة جدا ورائعة وده بجد مش الظهر يعني وهتلاقوا بالمناسبة القصة دي بتدرس في الأزهر يعني ما تقلقوش مش أنا اللي مخترع ولا حد هيقول لي أسكن فبعد ما خلاص يعني اللي هو قاله ما فيش أي حاجة في النهاية احنا ربنا قال لنا الكل بيعبد ربنا فالكل عند ربنا سواء وانا مليش دخل بانتو بتعبدوا ربنا ازاي عباداتكو ايه انتو أحرار طيب وطبعا معروف ان المدينة كان فيها يهود ده كان فيها ثلاث قبائل كبار يعني فجم وفد مساحيين نجران قالوا احنا عاوزين نصلي لربنا شكرا هنصلي فين سيدنا محمد خدهم ودخلهم المسجد اللي هو بيصلي فيه قال لهم صلوا هنا فدخلوا صلوا جوه اول مسجد وضع للمسلمين في الارض طبعا بعد الكعبة المشرفة فانتو متخيلين اللي انتو بتعملوه دلوقتي وكأنه امتداد للحدوتة بتاعة وفد نجران اللي قابل سيدنا محمد وصلوا لربنا جوه الجامعة بتاع المسلمين مسألة بسيطة خالص يعني مش عارف مين ولاد الذين اللي بيعقدونا الدنيا دولا لما حدش يقدر يا عادل انه هو تأكيد عن كلامك الشعار بتاعنا هنا نصلي معنا وفي كل مكان